السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً معاكم آية والنهاردة أحب أوريكم إزاي حنظف الفرش المائية بتاعتي ووريكم المجة بتاعي لنا ملوناه باستخدام الأحبار الكوحلية طيب أنا بقالي لترري أكتر من سنة ما غسلتش الفرش بتاعتي طبعاً دا مرة غلط لأن الفرش بتاعتي أولاً غالية لأن الشعر بتاعها مصنوع من شعر طبيعي مش شعر صناعي فبالتالي لازم يتحفظ عليها وإلها تخرج وترمى في الزبالة فأول طريقة أنك ممكن تخسليه فيها الفرش استخدام الصبون دا صبون ساند فري يعني من غير عطر وهو مثلاً زي دوف أو أكيد في براندس تانية فأنتي سمبلي بتبلي الفرشة بتاعتك وبعدين تعادي كده تدعاكي الفرشة بالصبون كأنك بجد بتخسليها وبعدين تخسليها بالصبون ترجع تخسليها بمية طبعاً يفضل تعملي الحاجاتي تحت حنفية بس أنا بس عشان التصوير فببريكم إزاي وبعد ما تخسليها بالمية بتنفضيها نفضة كده مرة قوية كأنك بتطلع المية منها وحتلاقي إن شعرك كله تلمى على بعض وبقت بوينتي بقت يعني بيسموها إيه يعني راسها بقى مدبب وبين يعني الشعر بتاعها بقى بين بس وبتسيبيها طبعاً وقفة كده أو وقفة مثلاً في كومبايا أو ورافر اللي انتي مثلاً بتخزيني فيه الفرش بتاعتك عشان تنشف كده تاني منتج مدلبة أنا باستخدمه على طول حاجة اسمها The Masters Brush Cleaner يعني نفس الـ يعني اسمه على اسمه على مسمى هي عبارة عن Brush Cleaner منظف للفرش مكتوب إن هو بينظف الألوان الزيتية والألوان الأكريلك وأي بقع على الفرش الفرش الكبيرة أنا باستخدماها دي بنتي استخدمت لونت فيها ألوان أكريلك متالك ونشفت فيها أصلاً كويس إن أنا أنقصتها يعني مكتش عارفة لأنني مخدتش بالي نهية ملونة فيها فدي خلاص مش هتروح بس بعد كده أي حاجة تانية بدأت أول أول فننظفها بس فأجين برضو بتبلي الفرشة مية وبدأ أن تحطيها في الكريم ده ده ملمسوا كأنه كريم مش كأنه صبون يعني كحاجة كده كريمي زي الكريم تحطيه على إيدك معرفش كده يعني ملمسوا مرة غريب أجين مرة بنطفة حدوان حتشوفوا إن العلبة أصلاً مش نظيفة بس وده فيديو سريع وسهل إزاي بنظف الفرش أتمنى تكون استفدتوا لو عندكم طريقة مختلفة زي بتنظف فيها الفرش اكتبوها لنا تحت في الكومت عشان خلينا استفيد من بعض شكراً لكم ونشوفكم مرة جاية مع السلامة على الشاشة في فيديوهات أكتر لو حابين تشوفوها كمان أحب أشوفكم على صفحتي في الإنستغرام مرة تانية شكراً لكم الوقتكم اللي بتضو معايا أشوفكم قريب اشتركوا في القناة